تحدث الآن مع المتطوعة الشبابية ريناد الحموز أهلا وسهلا فيك يعني مثل ما حكينا ببداية هاي الفقرة أنه التطوع هو عمل إنساني نحكي عن فلسطين بشكل خاص شوي نحكي عن الحصيدة حصيدة الأمح نحكي عن جد الزيتون طلقيط الزيتون بتلاقي كل القرية يجوا واجتمعوا لحتى يساعدوا صاحب هاي الأرض لحتى يخلص ويحصل ويحصل على محصوله بشكل أسرع هلأ تبدأ هاي العملية تتطور لغاية ما نوصل لسنة الـ 2023 ونوصل لحدث له علاقة بيوم عالمين التطوع شكله في فلسطين كيف؟ وحتينا بالبداية عن العمل اللي بتقدمه ريناد من خلال عملات التطوعية بداية أنا اسمي ريناد الحموز مرة تانية ناشطة ومتطوعة شبابية في فلسطين عم بحاول أعمل قصارى جهدي أن أكون خير ممثل لشباب الفلسطيني في محافل دولية ومحافل عالمية عم بكون متطوعة في عدد كبير من المؤسسات ونحكي على موضوع التطوع كيف بدلشنا في التطوع هو حاجة حاجة المجتمع إحنا واقعين تحت احتلال إسرائيلي مع الأسف فهي حاجتنا كشباب فلسطين نساعد بعض ونكون فعلا نعون لبعض عنا عدد كبير من البرامج التطوعية الموجودة في البلد وحلو الواحد وجد أن يكون تارك بصمة وأثر في كل مكان هو موجود فيه فأنا عم بكون بير إدوكيتر بأماكن معينة مثل المناطق المهمشة في الأغوار المناطق النائية لما أحد يكون عم مسؤول عنها بكون مسعفة بكون متطوعة في عدد من المجالات بكون مقدمة خدمة تسعاف نفسي أولي لعدد من المرضى وغيره فتطوع وفعلا ركيزة والابنة الأساسية في حياتنا وما بتقتصر على فئات معينة تطوعه مشامل للكل طيب أنت قدمت هذه التجربة وقلت أنك أنت بير إدوكيتر يعني أنت بتطلع على بلدان مشاركة في خليني أقول مجموعة من الدول اللي إلها علاقة بالعمل التطوع حتينا عن هذه التجربة سنة 22 كانت سنة حافلة بالنسبة لريناد كنت عم بشارك في عدد من التدريبات الدولية شاركت مؤخرا في تدريب دولي إلو علاقة في الأمن والسلام وكيف إحنا كشباب فلسطينيين نعكس صورة الواقع الفلسطيني من خلال محافة دولية زي إنو نحكي عن صناع السلام فكان في تدريبي في بلغاريا وتفجأتهم عدد كبير من الدول ما بتعرف فلسطين فكان دوري إني أصلت الضوء على قضيتنا ونحكي مين إحنا إيش هي فلسطين ليه أنا موجودة وليه عم بنحكي نورجي قضيتنا نورجي شعبنا والنورجي شغلنا والعمل التطوعي اللي إحنا عم بنسعل إله ونوصل فبتخيل لو لا العمل التطوعي كان ريناد ما وصلت بالغاريا هاي أول شغلة جغلة الثانية أنه عم بحاول أنه في كتير قضايا موجودة في المجتمع موجودة في مدرسة ليتوانيا اللي هي مدرسة للنزاح العالمية فكنت برضو ممثلة لفلسطين لمدة 8 أيام في ليتوانيا وحكينا فيها عن كيف بإمكانها نعمل مكافحة للفساد الموجود ومن ضمن هاي الأمور إحنا لما نطلع كشباب فلسطينيين نشوف إحنا وين نظرتنا وين رؤيتنا للشباب إحنا دائما عم بنحاول نعطي صورة فيها كلها أمن وسلام واستقرار لشبابنا ولكن إحنا دورنا نعزز موضوع التعطوع وركز على كيف إحنا فعلا نكون متطوعين قادرين نثبت حالنا في كل مكان إحنا فيه ونترك بصمة لإلنا إذا إحنا ما تركنا بصمة مين حيترك بصمة إذا إحنا تركنا بلدنا بدون تطوع بنية اللي حيجوا يتطوع كل ما لنا عم بنشوف مع الأسف شبابنا عم بتروح للمستوطنات اللي لا يوجد فرص عمل لإلهم ولكننا عم نتطوع حتى نبين لشبابنا ما تروحوا أو الهجرة أو الهجرة حتى برا البلد طيب رناد أنت من ضمن الأعمال التطوعي اللي أنت بتقدميها مساعدة نفسية لمرضى السرطان إحنا عم نحكي عن إشي كتير إنساني وكتير بحاجة لمجهود عاطفي وذهني لحتى الإنسان فعلا يقدر يقدر لهذا الشخص كيف بتشعري لما أنت بتقدم المساعدة لمرضى السرطان وشو طبيعة المساعدة اللي بتقدميها لإنه بحاجة المساعدة هي كانت عبارة عن إسعاف نفسي أولي عم بنحاول نقدم هاي الخدمة لمرضى السرطان حتى نساعدهم شوي أقل ما فيها يكون في عندهم تقبل للمرض نعرف لما تيجي تحكي لطفل لو أنت مصاب بكانسر فهو مش إشي سهل نهائيا لا على أهله ولا على نفسه فإحنا بلشنا في هاي الخدمة استجابة لأعدد المستشفيات البلد حسنا أنه عن جد الأطفال عم بمروا في ظروف نفسية جدا تعيسة فكان دورنا كمثقفين أقران وكمتطوعين موجودين في البلد نعرف كيف نعمل تسليط الضوء على هاي الفئة فبلشنا معهم بلشنا بالأهل أعطينا تدريبات وإسعافات نفسية أولية للأهل كيف يتقبلوا المرض وكيف يساعدوا أطفالهم ويكونوا مصدر آمن لإلهم ما يكونوا مصدر منفر بعد ما خلصنا شوي من العلاجات الموجودة للأهل اتقلنا للأطفال قدمنا لهم فقرات من الإسعاف النفسي الأولي عملنا لهم دعم سينا كل فترة نزور عندهم عنا بعض القصص النجاحي اللي بحب أشاركها برضو من ضمن الإشي اللي احنا عملناها كان في كتير صبايا موجودين عمارهم من 8 إلى 12 سنة مع الأسف مصابين كانسر كتير كان صعب عليهم يتقبلوا إنهم جد أطفال ومصابين ووضعهم كتير سيئ كانوا بيوم الأيام بيرعبوا بالمدرسة فجأة تعبوا وصلوا للمستشفى في كانسر عم بيأخذوا في علاج كيماوي فما كان إشي سهل نهائيا لا على الأطفال ولا على أهلهم ولا علينا إحنا إحنا كمثقفين أقران الموضوع كتير صعب ما بنزبط إن إحنا برضو نفس المبين وصعوبة المواقف اللي عم بتصير بالإضافة كمان إن إحنا كيف عم بنحاول نساعد يعني إذا بتنتبه من أول يوم إيجينا في على المستشفى لآخر يوم إحنا وصلنا في وإحنا بعد نشغالين مستمرين في العطاء للمستشفى عم بننتبه لأنه كيف الأطفال نفسهم عم بيستجيبوا لإلنا وهذه نقطة نجاح بالنسبة لإلنا وللمستشفى الطاقم الطبي الموجود هناك عم بحاول يطلب دائما لأنه يكون فيه استجابة ودائما يكون زيارات فورية لإلهم شو مردود العمل التطوعي على رناد ورسالتك للشباب؟ مردود العمل التطوعي هو أن أقلم فيها أنا أحس حالي أديت الواجب كشابة فلسطينية أكون حاسة في كل الأطياف الموجودة بفلسطين أكون حاملة رسالة فلسطين وأنا عم بحس في هذه المسؤولية بشكل كتير كبير بهذه الفترة بلشت أعمل من خلال الشبكة الواي بير عم بحاول أعمل تشبيك مع الدول العربية الشريكة والدول الأوروبية والدول الأجنبية بشكل عام فعم بحاول أنه كيف أوصل هذه الرسالة من شباب متطوعين نوصلها لشباب متطوعين في عالم آخر أو في دنيا أخرى عساسة جد نعمل ربط لهذه الأفكار اللي نحن نشطر عليها وما نشطر فقط على مستوى محلي على مستوى عالمي والخير بروح وبرجع لصاحبه دائما شكرا جزيلا لإلك رينات دحموز الناشطة الشبابية والمتطوعة في خدمة المجتمع الفلسطيني شكرا كتير لإلك شكرا لإلكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لهم كون وصلنا لختام هاي الفقران